ازايكم؟ رجعنا تاني للتكنيكات اللي تنفع ولا ما تنفعش ولا اي كلام انت واحد مثبتك فيك هو عمل ايه؟ عمل نفس التكنيك مفتعك عبالة الايدين طيب حليم هو من هنا انا واحد مثبتني طبع حليم انا لو لو انا هنا وانا سابت مكاني لو انا مسكت ده هتقيتها لو انا حركت ده هتقيتها خلاص لو انا ضربته بس هتقيتها يبقى انا زي ما قلت في كل حياتي بعمل ايه؟ ببعد عن السلاح وببعد السلاح عني وبستخدم الاتيمي التلاتة مع بعض واحد واحد طيب ليه مش واحد عشان انا محتاج قوة عالية عشان انا اعرف اسبت السلاح واستهدف نقطة ضعف وبعدين هنزل بيه تاني طيب لك ده انا هنا هو سبتني ماينفعش هنفت كده بس عشان هو اكيدا يقوم خلط منفعش اضرب بس عشان ما عنديش قوة كافية هنا هو هيقطعك يبقى المفروض اعمل ايه؟ زي ما اتفقنا ببعد عن السلاح انا ببعد عن السلاح وببعد السلاح عني وبعد السلاح عني وبضرب فعادته واحد ببقى بام حل بلف باخده بانزل باخد السلاح ولا ليه بيقى بالسهولة دي حل بس الفكرة كلها في ايه؟ للمرة 30 ألف امتى هتحرك هتحرك امتى لو انت عملت اي حركة هلطت في اللي انا قلته ده انت كده عرضت نفسك للخطر لو انا مسكت كده بس هو هيقطع لو انت حاولت تقوم وتبعد هو هيقطع فانت لازم تسبت ده التلاتة مع بعض في نفس الوقت وبعد كده عمل اللي انت عايزي بلاش تنزل اهو اهو تمام فق سهل تعمل حاجات كتير جدا المهم التوقيت والمسافة امتى هشتغل ومسافة شغلي مظبوطة ولا مش مظبوطة وده اللي احنا بنقوله كتير انك ماينفعش تتعلم من وراي من فيديو زي ده مثلا تبقى انت كده بتعرض نفسك للخطر اصلا تمام فانت لازم تتمر ليه؟ لان التوقيت والمسافة وامتى اشتغل ده محتاج وقت كتير وشغل كتير ف زي ما بقول كل مرة مش كل حاجات كتير سلام كل التقنيات والحركات الواردة في الفيديوهات تتطلب وقتا طويلا جدا وتدريبا مكثفا للإتقان لذلك يرجى عدم تجربة هذه الحركات في المنزل ويجب ان تتدرب على يد متخصص في مثل هذه الرياضات وهذا للتنبيه وإفراغا للمسئولية امام الله اشتركوا في القناة